السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تناميذي في سنة الخامسة ابتدائي ولحتى أولياء تناميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم أستاذ يسمينوا يلا أبنائي وبناتي إن شاء الله اليوم نشوفوا النموذج الثاني أو الثالث لاختبار الرياضية للفصل الأول قلنا أبنائي لازم نكون مراجعة دروسي ولا عفوا مراجعين دروسنا ونلاحظوا جيدا الأخطاء التاعنا وننغلطوا كثير لأنه اختبار أبنائي لازم نخدموا فيه ونحلوا قد مقدرنا الاختبارات لأنه حل الاختبارات هو اللي حيساعدكم تجيبوا نقاط ممتازة يلا نشوفوا هذا الاختبار وشفيه كالعادة نقرأ ونبعد نبدأ ونحلوا التمرين الأول عليها نقطة ونصف يقول أنجز العمليات التالية عاموديا معتها عامود ما فهم؟ إذن هم أعطاها لأفقين وأنا أنجزها عاموديا إذن أعطاني 3547 زائد 8426 74458 ناقص 1879 والأخير أعطاني 1254 الضريبها في 27 إذن كلها لازم علي أن ندع لها نص 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 النقطة الكاملة التمرين اللي بعده يقول لي تبلغ مساحة الجسائر مليونين وثلاثمائة وواحد وثمانون ألف وسبعمائة وواحد واربعون كيلومتر مربع أكتبها بالحروف مع أنتها هذه نعود لقريتها لك نكتبها بالحروف يلا عين عشرات الآلاف في هذا العدد أحصره بين عددي آلافهما متتالية نفهم إذن الآلاف هي اللي احنا أحصرها يلا تبلين الثالث يقول لي طول كبة خيط 40 متر استعمل منها الخياط 16 متر في المرة الأولى ثم 2100 سنتيمتر في المرة الثانية ما هو طول الخيط المستعمل بسنتيمتر حذاري أبني يشوفه في المرة الأولى والثانية صح نجمحهم باش نعرف في الزوج حل سعمل لكن هذه بالمتر وهذه بالسنتيمتر واش لازم ندير طبعا لازم علي نحول ما هو طول الخيط المتبقي كلمة المتبقي هي الناقص معتها ندير أنا طول الخيط الكامل ناقص الخيط المستعمل نلقى حذاري نغلط في هذا إذن هذا سيكون خطأ حذاري 84 عليه نقطة ونصف يقول أرسم قطعة المستقيم بطولها 6 سنتيمتر وعين منتصفها معتها جي في النص معتها النص تحسته هو ثلاثة أرسم المستقيم الذي يشمل قتلكم معتها يمر ويعامد القطعة المستقيمة بيعامدها أبنائي معتها زاوية قائمة هذه نشوفه سهلة جدا 84 أما الوضعية الإدماجية تقول باع صاحب محطة بنزيل في اليوم الأول 700 لتر وفي اليوم الثاني 645 لتر وفي اليوم الثالث باع 565 لتر أحسب كمية البنزيل المباعة في ثلاثة أيام سهلة جدا معلية إلى نجمة إذا كان ثمن لتر الواحد من البنزيل 38 دينار فما هو المبلغ الإجمالي الذي قبضه صاحب المحطة كلمة الواحد ولا الواحد وش قلت لكم نضرب يلا إذا كان خزان المحطة به 3500 لتر كم لتر من البنزيل باقية في الخزان باقية وش قلنا ناقص خلاص سأقول وحدكم أبنائي سبحان الله تحلوها في مخكم قبل ما تحلوها في الورقة إذن يلا كالعادة أبنائي حاولوا أنكم فقط مثلا تمانين تديروا في الورقة ولا على الأقل شفاهيا باشا كذا تلقاوا وجئولا تشوفوا المساوة تعكم ونالله نبدأ والحل معهم إذن يلا أبنائي نبدأ بالسؤال أول ولا تمانين لو اللي قال لي أنجز عموديا يلا نشوفوا إذا صح تحصلوا على في اللولة لحدة عشر 1973 إذن دوما أبنائي الكبير حطوه الفوق والصغير حطوه التحت ومنساش الآحد تحت الآحد العشرات تحت العشرات المئات تحت المئات والآلف تحت الآلف يلا نبدأ عادي نحسب ونعاود في المرقى المسودة تعيدا مرتين صحيح نعرف باليراني صحيح سبعة زائد ستة أبنائي ثلاثة عشر نضع الثلاثة وأحتفظوا بالواحد أربعة زائد اتنان ستة والواحد سبعة إذن أكتبوا سبعة خمسة زائد أربعة تسعة أكتب تسعة ثمانية زائد ثلاثة أحد عشر إذن وجدتوها نفسها ما فهم يلا اللي بعده ناقص أبنائي حذاري دوما نندي الكبير هو الفوقاني عبينا نقولكم دي من الكبير هو الفوقاني والصغير هو التحتاني إذن تمانية ناقص تسعة ما نقدرش نسلف الواحد ونهبط تمانتاش ناقص سعية تسعة خمسة ناقص تمانية لا أستطيع نسلف الواحد ونهبطه تصبح خمسة عشر ناقص تمانية هي سبعة أربعة ناقص تسعة لا أستطيع نسلف الواحد ونهبط تصبح أربعة عشر ناقص تسعة تساوي خمسة عندي سبعة ناقص اتنان تساوي خمسة ما فهم إذا وجدتها نفسها فهي صحيحة يلا بالنسبة للضرب عندي مدم رقمان لهنا معتها رح يكون بالنقطة إذن نفس الشي نحط الكبير ورفوق الفمائتين وربعة خمسة ضرب 27 ونبدأ بالسبعة إذن سبعة ضرب أربعة umas سبعة في خمسة خمسة وثلاثون والإثنان تعطيني ثلاثون إذن إذن أكتب الثالثة سبعة في اثنان تسبب أربعة عشر والثلاثة تعطيني سبعة عشر إذن أكتب السبعة وأحتفض بالواحد سبعة في واحد سبعة والواحد تمام منفهم وبعد ندير نقطة حداري أبناء الحش الطبوهم هذولي خدمتوا بهم بش ميجيني وكمش ولا يغلطوكم إذن يلا 2 في 4 8 2 في 15 أكتب 0 وأحتفظوا بالواحد 2 في 2 4 والواحد 5 إذن أكتب 5 2 في 1 هي 2 وأجمع 8 زائد نقطة 8 8 والسبعة 15 أكتب الخمسة وأحتفظوا بالواحد 7 زائد 0 7 والواحد 8 إذن 8 زائد 5 13 أكتب 3 وأحتفظوا بالواحد 2 زائد الواحدة الاستحفات تعطيني 3 إذن الناتج هو 33 858 مفهم؟ أنا ببارك أني نجريكم أبنائي باش ما نطوروش الفيديو لكنتم حلوا بتأني بالعقل بعقلكم ما تجروش التمرين الثاني قال لي إذن نعود ونقرأوا التمرين قال لي أكتب بالحرف إذن يلا أبنائي دوما نشوفوا رحوا هادو كيف كيف هادو شنسموهم أحاد عشرة مئات وهادو قاعدك الآلاف إذا فتنا الستة يلا نحسبوه واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة فتت الستة مشي الستة لا لا فتت الستة أعرفوا باللي يراكم في الملايين إذن مليونان علش مليونان لأنه زوج كانوا ثلاثة نقول ثلاث ملايين كان مليون نكتب مليون مفهم إذن مليونان ما قدرش نقول إثنان مليون لا لا مليونان وثلاثمائة عفوا وثلاثمائة وواحد وثمانون ألفا يخي قلت لكم دوما هذا حوطوه اكتبوا الأسم تاعوا كامل وزيدوا له ألفا إذن شوفوا وواحد وثمانون وثلاثمائة وواحد وثمانون ألفا وكملوا عادي سبعمائة وواحد وأربع مفهم إذن هذا بالنسبة إلى الكتابة بالأعداد اللي أعرفون بالحروف قال لي عشرات الآلف أتاعوا وشنو هو إذن الله عندي أحد عشرات مئات وهذا كي عن آلف أبنئه مفهم لكن الآلف عنده مية وحدات وعنده العشرات وعنده المئات وقال ي عشرات المألف يلا نشوفوا وحدات الآلف وعشرات الألف إذن شنو هو عشرات المألف وثمانون كي قال لي احصرهما بين عددين آلافهما متتالية يلا نشوف شو مين يبدو الآلف شوفوا أحد عشرات مئات قولوا يستاذ بصح قوتينا هدو قا آلف نعم هي قا آلف بصح مين تبدو الآلف منا ما فهم إذا نشوفوا أبنائي تروحوا نكتبوا نفس العدد منا شوفوا زوج ثلاثة ثمانية واحد نكتبوا على يا صاري زوج ثلاثة ثمانية واحد وهذو كل مرة نكتبهم أصفر اللي من الجهات على اليمين هذا كل واحد نزيد له غير واحد معنى واحد نزيد له واحد يعطيني اثنان ما فهم إذن هذا نخلي كيما راه من هاد الجهة ونزيد له واحد من هاد الجهة ما فهم والباقي حداري نعودو نكتبهم وإنما نكتب أصفر ما فهم إذن هذه بالنسبة إلى الحصر التاعه يلا اللي بعده قال لي خياط في اليوم الأول استعمل 16 متر وليوم الثاني استعمل 210 سنتيمتر ألفين وعشرة سنتيمتر قال لي اوجده بالسنتيمتر لو كان قالي بالمتر نحن نحول هذا المتر لكن قال لي بالسنتيمتر معتها هذا لويجيني فيه نحن نحوله للسنتيمتر يلا يجدو الصغير هذا كيكفينا ميلي متر سنتيمتر دي سي متر متر حذري دوما هذا الرقم اللي يكون قدام الوحدة اللي نحطه فيها الستة يلي نحطها في الام ها الستة ما перевض tähän السفر مهن coach معتنه أضيف الأصفار معتش هنضيف واحد زوج إذن يلا شكم تصبح تصبح 1600 سنتيمتر إذن معلي إلا نجمع 2100 اللي هي تعلوم الثاني زائد 1600 على اليوم الثالث أجدو اليوم اللول والثاني شحستعمل 3700 وما ننساش أبنائهما فقط ننسوا بشي ديرو العمودية لأنه دو من عليهم 025-025-025 وكي نقول طول الخيط المستعمل 3700 سنتيمتر ندي عليها 025 ما هو الطول المتبقي بالمتر إذن أنا ما عليش نحسبها بالسنتيمتر ومبعد فقط نحولها إذن المتبقي معتنه حندير 40 متر ناقص اللي تحصلت عليها سواء نحولها المتر ولا 40 هي اللي نحولها السنتيمتر نفس الشيان يجيني أسهل هكذا إذن 40 يلا نوريكم كيفاش الصفر هي اللي نحطها في المتر إذن يلا الصفر في المتر قبل صفر وشكين كينة ربعة وحولها السنتيمتر معتها وضيف الأصفر إلى أن أصلها إلى السنتيمتر إذن تسوي 4000 سنتيمتر أنا شحل استخدم 3700 إذن دير 4000 ناقص 3700 أجيت شحل تحصل على أو الشحل بقالو 300 سنتيمتر إذن يلا أبنائي 300 سنتيمتر وحولوها المتر ما فهم إذن شوفوا هذه السنتيمتر إذن قلنا الصفر هذا اللي يكون قدامه هو اللي نحطه في السنتيمتر إذن حط الصفر في السنتيمتر قبل وشكين صفر قبل صفر وشكين ثلاثة إذن كم لو كان نشوفش حال عندي في المتر عنده فقط بقالو ثلاثة متر مفهم إذن يلا ناخد كامل وقتي اللي بعده قال لي أرسم قطعة طولها أبي ستة سنتيمتر ومتصفها هاي أبي ستة سنتيمتر المتصف تحا هو اللي هو جيف ثلاثة أرسم دي يشمل ويكون عمود عليه إذن ها هو دي يعني هو سماوها دي ما فهم عمود عليها مع أنتها يشكلاني معنزة ويقائمة ومبيينها ما فهم إذن جز يشمل معنزة جوز عليها إذن قال لي باعها في الوضعية الإدماجية صاحب محطة بنزيل هاو اليوم الأول هاو اليوم ثاني هاو اليوم ثالث أحسب الكمية المباعة إذن هادي أبنائي عيب أنه نجيبها غلطة إذن ندير سبعمية زايد ستمية وخمسة وربعين زايد خمسمية وخمسة وستين أجد ألف وتسعمائة وتسعمائة وعشرة لتر تعويشنو ثلاثة أيام مفهوم يلا ومنساش العملية العمودية قال لي الله إذا كان ثمان لتر واحد هو ثمانية وثلاثين دينار كم هو ولاش حال أربح في ثلث أيام إذن وش قلنا قلنا ندير الضرب ندير هاديك اللي بح في ثلث أيام ألف وتسعمائة وعشرة في ثمانية وثلاثين أجد اثنان وسبعون ألفا وخمسمائة وثمانون ومنساش العمودية إذن قل المبلغ الإجمالي الذي قبضه صاحب المحطة في ثلاث أيام هو اثنان وسبعون ألفا وخمسمائة وثمانون دينارا مفهوم الليتر الليتر والدينار دينار قال لي شحل من الليتر قالوا في الخزن إذا علمت أنه فيه تلتالاف وخمسمائة وهو شحل يعني كلا كلا ألف وتسعمائة وعشرة إذن ندير فقط ناقص أجد ألف وخمسمائة وتسعون إذن بقي في الخزن ألف وخمسمائة وتسعين الليتر ومنساش كذلك العمودية مفهوم أبنائي إذن كان هذا بالنسبة لاختبار الرياضية للفصل الأول للسنة الخامسة ابتدائي كالعادة أبنائي لازم علينا نركزوا مليح باش إن شاء الله نجيبوا علامات جيدة وني يعني وثقة منكم اللي عنده أي سؤال ولأي سيفساري خليهوا لي في التعليقات نجاوب إن شاء الله عليه في أقرب وقت ممكن وكما قلكم أبنائي بتوفيق إن شاء الله